السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وهم جدا 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 بخصوص قرار الوزير التراويات التعليم دكتور طارق شوقي بخصوص تدريس الساينس او العلوم والرياضيات من اول قول اعدادي انجلش طبعا القرار ده كان مطروح من زمان من سنة او اتنين تقريبا وكله كان بقول اشعاعات 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 والنهاردة صدر القرار ان هيتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الانجلي الاول لعدادي طب انا كاتب الاسئلة هيت اللي جات لكلها على الصفحة علشان اجاوب عليها واحدة واحدة الفيديو بقى طويل لكن هيجي هيجاوب على اسئلة ناس كتير جدا 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 وهيريحها وهيريح اوليها الامور القرار اولا على المنهي الجديد يعني مين يعني الناس اللي رايحها خمسة السنة دي اللي هما منهي الجديد لكن اللي في قول اعداد السنة دي ما ينطبقش عليهم القرار تمام؟ يبقى منهي الجديد طيب اول سؤال واكتر سؤال جالي طيب بعد كده طالما الاولاد هيدرسوا رياضيات وعلوم بالانجليش نخليهم لغات او تجريبي ولا نخليهم عربي واحد تاني قولت انا ندمانة جدا اعمل منشل لحد ندمانة انا دخلتي ابن عربي يا جماعة خلينا متفقين ان القرارات دي كلها مدروسة القرارات دي كلها مدروسة الراجل ماسك اهم وزارة على مستوى العالم مش اتكلم عن متن في العالم كله اكتر وزارة او اكتر مهنة بتمهض بالامم والشعوب هي التعليم الراجل ماسك التربية والتعليم مستحيل حط قرار غير مدروس سيبك من المدرسين غير مؤهلين وهو طلع قال ان الدروس الخصوصية ده المدرسين بيتحكوا على اولئة الامور الدروس الخصوصية لو لاها ما نجحت المهمة دي المهم اخلي ابني عربي ولا تجريبي ابنك في عربي سيبه في عربي ابنك في تجريبي سيبه في تجريبي ابنك في لغات سيبه في اللغات واشتغل وتأسس صح انا قلتها قبل كده كتير جدا 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 المهم الطفل يتأسس صح يعني ابني في لغات سيبه في لغات في تجريبي سيبه في تجريبي في عربي كمل عربي ما تقولش هحول بقى عشان كله محصل وفيش حاجة اسمها كله محصل بعض كل كل مرحلة وليها اهداف وليها مطلبات الحكومي ليه اهداف مطلبات التجريبي نفس الحكاية اللغات نفس الحكاية الانترناشنال نفس الحكاية فكل واحد يسيب ابنه على وضعه طب يا مستر ما كده كده يدرس في ما يكبر يدرس علوم ودراسات وانا ابني مش هيكون مهي يعني اقدله كيجي وان وكيجي تو اولى وتانية وتالتة وربعة وخمسة وستة ويرجع بعد كده احوله من رياضة لماس ومن علوم لساينز هيبقى مطلقة لا طبعا مستحيل ليه لان حضرتك مش دارس لمنهج جديد كويس من اول لعند لسا ما نزلش وطبعا هيكون كده الدروس كلها فيها وفيها 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 درستات ابتماعية كون المدرس اللي معك كون حضرتك كنت بتعدي الدرس ده هده خطأ كبير جدا 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 طبعا الناس اللي متابعاني من البدري عارفة كنت دايما بقول كده ان الراجل حضت في منهج الانجلش ماث وحضت ودرسات مش بالصدفة ولا هو حش وزي انك الناس كانت بتقول ده اسمه منهج دولي ادخل على التجربة الفنلندية المستوى الاول على على التعليم في العالم واقرا فيها هتلاقي الناس بيدرسه فعلا كده الانجلش مش انجلش مش بندرس اللغة كلغة بندرس اللغة جواها عادي ايه يعني ما اعرف اجزاء النبات اعرف الحيوانات اللي عندي اعرف مراحل تكوين الانسان مراحل جسم الانسان القلب يشتغل ازاي الجهاز النفسي بيشتغل ازاي الجهاز الهضم يشتغل ازاي ايه المانع ان انا ادرس ده للطفل بالانجلش يكون درسه عنده في الانجلش منها ياخد ومنها ياخد المنهج بتاعه الانجلش بس في صورة تمام فكون ان انت ما بتشرحش درس باحترافية ودرس باحترافية او ده في نسبة تقول لك انا بعد درس دمضم صيبة يقول لك انا مالي ومال انواع الزاوية انا اقول الزاوية حد او من فرجة انا مالي انا لا مش مالك انت 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 ولي الامر وثق فيك وحملك مسئولية ان انت تاخد درس لابنك وبيتفعلك فلوس يبقى تزاكر وتتعب عشان الراجل ده بيمشي يروح شغله وسايب لك ابنه كون انت تعدي حصة وراها حصة وراها حصة وفكر نفسك ان انت كده شاطر وهم حاجة الفلوس عندي فدي مسئولية قدام ربنا لما ليه الامر بيروح سايبك معنى كده بس لكش عن ابنه يبقى دي امانة فكنت ان انت تعدي درس الماس وتقول مش مهم دي غلطة كبيرة جدا 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 والناس اللي شغالة معايا وشافت ان انا بدرس الدرس ده بشرحوا كامل ماذ ازاي بيفرق جدا معاهم حتى انا بقول لهم الدرس ده موجود في سنة ثالثة ده موجود في سنة ربعة في اولى كسور هتلاقي الكسور في من اولى وتانية وتالتة واربعة في منهج الانجلش ليه الكسور عشان موجودة في كل الصفوف ليه درس الساعة في كل الصفوف في الماس هتلاقي التنفس والحواس الخمس والقلب والعظام والجلد ليه هو فاضي لا مش فاضي لانه بيهيأك للي بعد كده فما تقول ليش ابني في عربي فهيتوه بعد كده في الاعدادة دي مش هيعرف يسلك لأ درس المواد او درس الانجلش صح هو اكبر مادة عليها عبء كبير جدا جدا هي الانجلش لان جواها مش مادة واحدة موجود انجلش كمحادثة فكاب وموجود اه 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 موجود ساينس ماث لايف سكيلز ايه لايف سكيلز دي مهارات حياتية ازاي انزل انزل السوبر ماركت اشتري حاجة ازاي اسعر اميص ازاي اقول لي واحد كم عدد ده ازاي ارد السلام ازاي اكلم واحد تمام كمان موجودة كو جوا الانجلش اللي هي اصلا اللي انت بتاخدها في المادة اللي هي مرمية في المدارس القيم وموجودة عند القيم واحترام الاخر موجودة في الانجلش كمان هتلاقي درس مكتوب عليك قيم ايه احترام الكبير اخبط قبل مدخل اسمع الكلام امرمش القماعة في الشارع تمام فما تقول ليش اه ابني مش هيكون مهيئ لأ انت اشتغل صح كويس جدا 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 درس من النهاردة الناس اللي راحها رابعة وخمسة طبعا هكون فيه تأصير الناس اللي معها وقولة وتانية اياك ثم اياك تهمل كمدرس درس الماس او درس العلوم اللي هو وتقول انا مالي انا مدرس انجلش لا مش مدرس انجلش ده المنهي الجديد المدرس الانجلش لازم يكون مطلع على جميع المحاور ويبيقرأ كتير عشان ينقل المعلومات والخبرة لطلابه اما اللي هو جاي لك ليه لو انت هتمسك الكتاب وتشرح اللي فيه بس بس والده او والدته تشرح وتوفر فلوس انت جاي تعمل ايه طبعا انا مش فاضي لا طور من نفسك طور من نفسك اقرأ كتير وتعلم كتير عشان تفيض طلابك تمام يبقى ما تسيب ابنك عربي عربي واللغات لغات وكمل زي ما انت اكمل طبعا انا ابني رايح ادخله بقى لغات ولا ادخله عربي بسبب التنقض ده والله هرجع لنفس نفس الكلمة ما عندك امكانيات مادية كويسة تدخل ابنك لغات دخله لغات ما عندكش وعايز يدخل تجريبي تجريبي حاجة مدعاة من الحكومة ما عنديش امكانيات مفيش فلوس خلينا صراحة ومش معايا فلوس ادخل ابني للغات ولا تجريبي ادوب علي انا اكفي مصاريف خلاص حكومي واشتغل تأسيس كويس جدا 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 عشان نخلص يعني يا مستر لو فيه امكانيات ادخله لغات افضل لو فيه امكانيات دخلوا افضل مفيش 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 كلام مفيش كلام طيب ده السؤال اشتغل مع ابني ماث ولا حساب بقى عشان انا كده انا خايف قدي ابني حساب يروح اعدادية لخبط انت ابنك حكومي اشتغل حساب ابنك عربي خاص حساب ورياضيات والسؤال ده جالي قبل كده فاكرين لما الارقام تحولت من عربي الانجلش في سنة ربعة الناس قالولي كان اشتغل مع كيجي الارقام واحد بالانجلش قلت لهم لا زي ما انتو والطفل ما الروح ربعة هكون دماغه كبرت واستوعب ويقدر يميز بين ده ومن ده وفعلا عملنا ده واشتغلنا ده والحمد لله انت هايجي مرضية جدا 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 تمام يبقى ابنك تجريبي لغات انتناشون هتشتغل ماث وبس حكومي او عربي خاص اشتغل حساب طيب الغاية الصف السادس محدش عنده معلومات خالص وده مجي خمسة وستة مستحيل ده يحصل ان في خمسة وستة في سنة واحدة الطفل محتاج وقت كبير جدا جدا يشرب المواد فمفضوع الصف السادس تلغي ما فيش حد عنده اي علم ولا اي حاجة طيب او القرارة عالمانها الجديد قلناها ان القرارة ده عالمانها جيد بس طيب او احد بقيت دلوقتي ابني بنتي راح الصف الصف الرابع وانا خايفة من جدا 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 وأنا ابني وانا قلقانة والصعب والدنيا هقدر اشرح وهقدر اعمل والله ابن حضرتك مشقلي من الرجل اللي في او الطفل في انترنشنال الطفل في ربنا كارم بابا ماديا كويس جدا فمدخله انترنشنال بس هو في الاخر طفل مصري مولود في نفس البيئة لكن امكانيات فانت لو عندك الامكانيات كنت دخلت يدك كان هيسلك في الانترنشنال فما تقوليش ابني الصعب احاوله من تجريبة انا خايفة بعد كده. مفيش هاسمها خايفة بعد كده. قلت كوضعك ما تحولش اتضيع تعب السني اللي فاتت. اتعب بس شوية مع الولد او البنت واشتغلوا كويس على المهارات الاساسة او او تمام? العربة هرجع له تاني. لسه هتكلم عليه شوية. لان نفس المحاور اللي موجودة في الانجلش هتلاقيها موجودة في العربي. سواء نهر النيل سواء العادات والتقاليد. ده كله موجود هنا وموجود هنا. طيب. انت ليه دايما بتدفع عن المنهج? طبعا انا انا واحد زي زيكم. اولادي معي في المنهج معكم في بنت راح خمسة والتاني راح تلت. منهج جديد. لا انا بطبي اللي حتى. ولا انا اه اه بشجع حد ولا انا شغال في اي مدرسة اصلا. ولا طبع اي مدرسة. يعني انا مش بقى حتى من الدولة. عشان تقولولي انت بتدفع على المنهج ليه. انا واحد اتاك اري على التجارب النجحة. ودائما بتابع التصنيف العالمي في التعليم من المركز الاول والتاني والتالت. وادخل على الاول واشوف بيعملوا ايه. والتاني ده بيساعد الواحد ان هو يقارن. مش هحطي ده على خد زي ناس كلها. المنهج ده ممتاز جدا 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 لو اتاخد بالطريقة الصحيحة. المنهج ممتاز جدا 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 لو اتاخد بالطريقة الصحيحة. لكن ما تكونش انت مش عارف تدرسه وتجيب العلم في المنهج. تمام? يعني انت بتايد قرار ان الماث والحسابي وبالانجلش? اكيد الرجل دارس يا جماعة القرار والمش سهل. الرجل ده بياخد من برة التجارب المنهج الدولي والتجربة اليابانية والماليزية والفنلندية. ما تفكرش ان الرجل ده قاعد كده? يلا نعمل الرياضة والانجلش. لا طبعا. كل حاجة مدروسة. ايه هي التابعات بتاع دي? ان هو حطوة الانجلش والماس او دروس ساينس وماس في اللغة الانجليزية زي ما قلت لك من قابل كده. مش مش آآ آآ مش ذنبه ان المدرس او اولي الامر مش بيشرح الدرسين دول ده غلط منك انت. طيب. اما الها كويس قلنا محتاج من الورس شاطر يربط المواد ببعضها. يعني يربط المواد ببعضها مش فاهم. مش فاهم انت عندك في الانجلش هتلاقي درس عن كل واحدة. عن نهر النيل والمية وما نصرفش في المية وما نبذرش في المية. هتلاقي في العربي قصة استماع بتكلم عن النيل. والنيل ازاي مهم. واصل النيل. والنيل بيسقي منه الحيوان والنبات واي واي واي. هتروح العلوم هتلاقي النيل او المية مهمة للنبات والانسان وهكزا. روح الانجلش. هتلاقي استخدام الطاقة النظيفة. اللي ما تلوزش البيئة. هتروح على قصة استماع في العربي. هتلاقي الطاقة النظيفة. واماكن في مصر بتتكلم عن او بدأوا يستخدموا الطاقة النظيفة. هتروح على العلوم او هتلاقي درس بتكلم عن الطاقة النظيفة. عايز تقول ايه? عايز اقول لك خليك ذاكي وانت بتشرح المنهج. ما تبقاش مدرس انجلش بس. ما تبقاش مدرس عربي بس. وما تبقاش مدرس بس. اقرأ اقرأ كتير جدا جدا في مناهج الاولاد هتلاقي نفسك انت ثقافت نفسك وهتلاقي هتساعد اولادك او طلابك يربطوا من المواد. لو انت شاطر داخل درس الانجلش وعارف ان الدرس ده بتكلم مثلا عن آآ آآ المسئولية البيئية على البيئة احنا نعمل ايه? وكنت ده اقار الدرس ده في العربي وهتلاقي الدرس ده في العلوم وفي الدرسات هدخل تشرح الدرس باستفادة للطفل. الطفل هي بقاعد مستمتع في الحصة. مش اطلع اقول هاف وهاز وتصريف التاني وتقول الانجلش مش كده. لأجانب مش بدرسه الانجلش كده. الاجانب بيخلي الطفل يستمتع بالانجلش عشان يحبه. طب احبه ازاي? حطوله الانجلش في حاجة من حياته. نهر النيل. العادة والتقاليد. الطاقة النظيفة. السد العالي. الطاقة الكهرومائية. ما ده كله في الانجلش. يبقى الطفل عارف اول الله يبتكلم عن حاجات واقعية. حاجات احنا عايشينها. فيبدأ يحب الانجلش. جوه ده ادخله بقى جرامر. ادخله محادسة. ادخله بنكتويشن. ادخله المفرد والجامعة. هو ده الانجلش. والاجانب بدرسه الانجلش كده. نفيش حاجة اسمها هدرسلك جرامر على طول. لازم تحط في موضوع الطفل يحبه. بالتالي طبعا قلب ده كله الطفل يكون متأسس كراءة وكتابة عشان المنهج في كلمات كتير وقطع كتير عشان يستمتع وهو بيدرس المادة. لكنه ما عرفش يقرأ ويكتب كده هنقول ان احنا المنهج صعب. لان احنا اصلا مش عندنا مهارة كراءة وكتابة اللي هو الف بقى. طيب. ما تعديش درس الماث والانجلش قلناها خلاص في الاول ما تعديش درس الماث والانجلش لو كنت مدرس اولي امر وقرأ كتير. المدرس انت مسؤول دام ربنا. قلت لك اه اه ولي الامر بيسق فيك. يعني لو انت مسلا ولي الامر جهي قال لك ليه ما شرحتش درس الماث ده لو قلت له مش مهم هو هيسيبك ويمشي. مش هيجاد لك. اغلب الناس كده. تمام? هو مش هيجاد لك. واثق فيه. انا ده واحد سمعك اكيد هو مش هيجيبك اللي اصلا عنده او يشتغل معك كاولاين او 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 افلاين. اذا ما يكون سامع عنك خير. فخلاص رجل ده كويس اصلا. فانا اوثق فيه. طيب ما قال لي مش مهم مش مهم. طب درس ده. مش ذكرته الوالد ليه? ليه مش عرفت ان الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي بيتكون من ايه من المريء السوفاجس والماوث ويتكون من اه المعدة والامعاد دقيقة. آآ ليه مش هعرفت ده كله? مش هعرفت ليه? هتقول له مش مهم? ازاي مش مهم وهو هيقابله بعد كده? ده مبني اصلا. الدرس ده الدرس ده مبني عليه حاجات سواء في او بعد كده. فعشان الخطري دي مسؤولية دم ربنا اتقي الله في الطالب اللي تحت ايدك وحط نفسك مكانه. حط نفسك مكان وليه الامر. انت ابنك لو ده ابنك. اكيد عايز تشوفه في افضل حياة. في احسن واحد في الدنيا. حط في حسابك ان الراجل اللي يجيبك وشغال معاك ووثق فيك عايز منك عايز ابن يبقى احسن واحد في الدنيا. فحط لو حطيت نفسك مكان وليه الامر صدقني مش هتبخل بمعلومة على الطالب وهتحس ان هو ابنك وهتديه كل حاجة. وبس تاني وتالت مش بنشرح بس مادة بنشرح مادة واخلاق وتربية. لقيت عمل فعلك بوحش وانت في الحصة لانت حاجة بتقدر تنصحه بها. قل هالو هتلزأ عنده. ودايما نقول الطفل زي بينتص. تقريبا انا خلصت كل اسألة قلت عليها لو في حد عنده سؤال انا مجيبتش عليه دول حوالي اتنصر سؤال جوابتهم اكتب تحت في التعليقات وباذن الله اجاوبك او هشوف التعليقات او الحاجات اللي انا ما درتش اوضعها في الفيديو او نستقولها. وهعمل بها فيديو تاني باذن الله تعالى ما تلاقوش يا جماعة المناج شايد جدا جدا بس هو عايز طفل واقف على عرض صلبة. وعايز حد يتقيل له في الطفل ده وهو شغال معاه يبقى جاي من المستقبل انا ده ربعة ومع عندي طفل دلوقتي في وانا بشتغل معاه ابقى حاطط في دماغي بأسسه عشان اولى وتانية وتالتة وربعة ده اللي بعمله الحمد لله في المناهج معاية او في التأسيس معي. انا بدي طفل سنة اولى او ابقى جاي من مستقبل ومعاي منهج خمسة انا شغال منهج خمسة صح? الهنز الجديد. ابقى حط له مهارات ما يوصل خمسة ما نولولش ما خلهوش يولول زي ما احنا بنولول دلوقتي. تمام? ما بدافعش عن حد. انا بتكلم كمنهج. طب انت متفقل كده ليه? يا جماعة عطى دي كرارات. عمرها ما هتتغير. لهاشتاج هيغير ده امر واقع. ده خطة الراجل ماشي بيها. فمش هتتغير. والوزير مش هتغير ولا عشرين سنة كمان. انتو بحط في دماغك. ما فيش حد هيجي يقدر يكمل المهمة دي الا هو. ليه يعني? لان الخطة ماشية ومدروسة وبتدخل فيها حاجات. مستحيل يمشي دلوقتي. شفت فريق كرد القدم كده? شفت الاهل عمل ايه? لما ماشي موسماني في نص الموسم. ها? ايه? اللي حصل? الاهل اتلعبك. ليه? لان الراجل اصلا كان دارس وعارف ده بيلعب فينه ده مهاراته ايه? وده انه تضعفه ايه? فالوزير دلوقتي دارس كل حاجة بالخطوة وبالورقة وبالقلم. بيشيل دي بحط دي وبنزل الدرس ده. وبيشيل الدرس ده. مش كده مش مش عشان هاشتاج بتاع حضرتك. لأ عشان ده بيكمل ده. تاني انا بدفعش عن حد. انا احنا قدام ما امر وقع. انت قار نزل واتطبق. خلاص يبقى نشوف نعمل ايه مع القرار. الرسول صلى الله عليه وسلم بقول بشره ولا تنفره يسره ولا تعسره. لو انا هطلع اقول لك يا نهر ابيض وحرام وحلال وحسب يا الله. انت هتقول ايك وليه امر. لما انا هقول لك كده. مال من اللي هيقول لك الحمد لله كويس وهنشتغل وهنشجع وهنعمل وهي. وفي مصلحة الطفل المنهج ده. المنهج لامس الحياة العملية واللي عايش فيها الطفل ماليش علاقة بقى بالحاجات التانية. لامس الحياة اللي عايشها الطفل وده مهم جدا جدا كل ما نادي به من زمان. الطفل كان في سنة ربعة عنده منهج علوم الدرسات. وهو اصلا معرفش حاجة عن علوم درسات. الرجل بدأ دخلها في اولى وتانية وتالتة في دروس الانجليش والعربي في قصة استماع. فما تركنهاش انت وتجي تقول بعد كده المنهج تقول وا 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 وا. تمام? شوفكم على الخير. لو حد عنده سؤال اكتبه تحت قولي تشير للفيديو ده. عشان هيتطم الناس كتير جدا 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.